قليني أروح بقى مع حضراتكو حديث الساعة وزي ما احنا كنا بنقول الفترة اللي فاتت طبعا مش الساحة الرياضية المصرية بس الساحة الرياضية العربية كله كان بيقولك هو مين القادم لإدارة هذا النادي العظيم نادي الأهلي الناس كلها كانت بتتكهن ناس كلها كانت بتتوقع أسامي كتير جدا ترحت على الساحة احنا كنا بنلتزم الصمت عندنا لأن احنا عارفين ان ما فيش اسم منهم أصلا الكلام كان لسه فيه تدولات كان لسه فيه حسم لبعض الأمور لما كان النادي الأهلي لسه بيشوف الأفضل والشخص الأنسب ليه النادي الأهلي احنا كنا ملتزمين الصمت لغاية لما هو اختار وأعلن عن هذا الاختيار بشكل رسمي علشان كنا بنقول لحضراتكو ياريت ما تسمعوش من أي مصدر آخر وقد كان هو كل مرة بنرد على أي حد بيقعد أنه هو يفترض ويقولك الحصري ومش الحصري ما فيش ولا حاجة كتحصري الصراح نادي الأهلي خلاص بالفعل أعلن اسم المدير الفني الجديد للنادي الأهلي الاسم المنتظر اللي كلنا كنا مستنين هو مين وبيحمل ايه من السي فيه طبعا السويسري كولر بوسل القاهرة عشان يبدأ بقى مهمته مع النادي الأهلي اسم كبير جدا لو حضراتكو شفته وسي فيه قوي جدا ومش حقرنه بحد من اللي كان قابليه ولا حقرنه بالأسماء اللي كانت مطروحة لكن احنا هنتكلم عنه هو شخصيا وحنتكلم عن المنتظر منه في الفترة اللي جاية هو جاي فترة صعبة جدا ده رقم واحد جاي كمان نشوف فترة صعبة هو عنده مهام صعبة جدا ليه لان احنا عندنا فيه حاجات كتيرة جوه الفريق عايزة تتزبط انت يمكن عايز لعيب رقم تمانية انت يمكن محتاج باكرايت يمكن محتاج باكلافت يمكن محتاج مهاجم انت يمكن محتاج إعادة تشكيل ممكن يكون محتاج إعادة تطوير ممكن يكون فيه حاجات كتيرة جدا نقصاك فالراجل ده اللي جاي هو عليه مهمة صعبة جدا لازم حضراتكم تبقوا عارفين واكيد هيتم ومقارنته يا كريم بكل اسم كان مطروح وكل اسم كان منضم ليه النادي الاهلي فنتمنى له كل التوفيق لكن اكيد هتبقى مهمة صعبة هو مبارح بالمناسبة زي ما حضراتكم شايفين توجه للنادي الاهلي وقام بزيارة وتصور في الملعب بس في نفس الوقت برضو حتيجي تتكلم احنا محتاجين يا كريم اللعيبة تساعد يعني مش ممكن هتجيب حتى لو جبت مين هتجيب مدير هنقول مثلا أفضل في الفترة الأخيرة أفضل مدير فني جي على الاهلي كان منوال خسين من أفضل الأسماء بس وقتها كان فيه لعيبة تقيلة قوي معايا كانت زي ما تقالي جيل الذهبي بجد أسماء كل واحد منهم فرقة فالراجل ده قدر ان هو يحقق ده بس مش بمجود ذاتي كان معاك فريق قوي جدا قدر برضو ان هو يوصل لكل البطولات دي عن طريقهم طيب بيتقال برضو عنه عشان حركة تبقى عارفين لأن مهم جدا ان انت تفهم ملامح شخصية هذا الرجل هو بيمتاز وكتب عنه ان هو بيمتاز به الاندباط بشكل كبير جدا رجل منضبط تكتيكيا رجل منضبط أخلاقيا بيرفض الخروج على النص بشكل كبير جدا فأعتقد دي كلها حاجات مهمة يا كريم طالب ببعض الحاجات أول ما جي كده قال لك أنا عايز أتعرف على الفريق وعايز أعرف لائحة المكافئات والعقوبات طالب بتجهيز كل صغيرة وكبيرة عن الفريق من الجهاز طبعا للمعاون طالب بموعيد مباريات الأهل القرية والمحلية يعني راجل جاي عايز يزبط أمور ويعمل أجندة فبالتوفيق لي طبعا يا كريم بس أنا بقى إن شاء الله يعني من الناس المتفقلة جدا ما نقدرش نحكم بس متفقلة ربنا يستح الحال لأن الحال محتاج ينصالح الحقيقة الفترة الأخيرة كانت فترة مهياش الأمثل بطبيعة الحال وأكيد كل الأمال منعقدة على المدير الفني الجديد وفكرة إن هو حد عنده تاريخ وعنده إنجازات سابقة برضو أكيد من النقاط اللي لازم تتأخذ في الاعتبار واللي بنأمل بمجابها إن احنا إن شاء الله نكون بصدد مدير فني قادر على لم الشتات وعلى تصبيت الأوضاع اللي ما كانتش متزبطة كما ينبغي طول الفترة الأخيرة نهود ألت نقطة في منتهى الأهمية فعلا أن أكيد أي مدير فني يعني أيا كان الاسم إيه مش هينفع يعمل حاجة ومش هيقدر يعمل حاجة طول ما هو الواحد وإيد وحدها ما تسقفش الإيد التانية اللي هي اللعيبة واللعيبة دي المفروض إن هي بتبني أمجاد وتاني حتى لو كنا مرينا بكبوة من الكبوات مرحلة تعصر إحنا كالعادة ودي برضو ما هياش حاجة جديدة في النادي الأهلي أي فترة بيكون فيها تعصر النادي الأهلي لازم كالعادة بيعمل وقفة وبيصلح كل ما هو يعني معوج من الأمور إنجاز التعبير أكيد اللعيبة عليها عامل كبير جدا وكمان جماهير النادي الأهلي دلوقتي هي كمان الرهان عليها وأنا شخصيا ما عنديش زر تشك في أن هي كالعادة حتكون على العهد إن شاء الله تمنيتنا كل التوفيق للسيد مارسيل كولر وجهازه المعاون في تحقيق كل البطولات المحلية والقرية اللي بيتمناها جمهور النادي الأهلي وكمان إسعاد الملايين من الجماهير الأهلوية في كل مكان لكن في تفصيلة كده عايزين نتفق عليها من أولها يعني ودي حاجة بتتكرر عند تعيين أي مدير فني جديد لأي فريق وهي فكرة إن ولاية أي مدرب بتتقيم لوحدها ما لهاش علاقة أوي بتاريخ المدرب قبل كده أكيد بتفرق إن المدرب يكون مخضرم وعنده خبرات كافية ولكن المقياس الحقيقي اللي بناء عليه بتتم المحاسبة هي فترة ولايته مع الفريق إحنا بنتكلم على إن المدير الفني عنده رصيد يسمح من تاريخه يسمح بإن هو يعمل التغيير المنشود كمان عايزين نتكلم شوية عن الجهاز المعاون كولر بيتولى تدريب الفريق الأول بداية من الموسم الجديد هو وصل بالأمس بالفعل وجب من المطار على ملعب مختار التتش على طول وتفقد غرف اللعيبة ومركز التدريبات والنهاردة إن شاء الله المفروض أنه هيعقد اجتماع مطول مع كابت المحمود الخطيب يبحث من خلاله معه ترتبات الفريق في الفترة المقبلة وموقف السفقات ومسألة مين حيرحل عن الفريق في الفترة القادمة وأكيد كمان حيتم تقييم المدرب نفسه بكرة إن شاء الله أما بالنسبة لجهازه المعاون حيتواجد معه ثلاث مساعدين السويسري هارلد جامبريلي هو مدرب مساعد بينما سيكون أندرياس أندريا هو مدرب الأحمال وياسين الميكاري محلل أداء بنتمنى لهم كلهم كل التوفيق إن شاء الله في مهمتهم الفترة اللي جاية حلو جدا وتاني هنرجع نقول متفقلين بإذن الله خير الفترة اللي جاية وتاني هو بيمتاز ومن مميزاته إنه هو دايما بيطور من أداء اللعيبة ده شقه ده محتاجينه جدا والشق التاني يا كريم واللي إحنا محتاجينه لأن دي طبعتنا هنا إن إحنا محتاجين لعب عفوا المدرب برضو الشق النفسي بيخلي باله منه يعني مش كل مدرب جيهة السوء للمنتخب أو لأن ده محلية كان من الخارج أو أجنابي يعني اشتغل على النقطة دي أو كان بيهمه أو النقطة دي لا قالر من المدربين اللي بيهمه الشق النفسي جدا والتواصل الجيد مع اللاعبين وحتى هو كان بيتكلم إنه هو ليس بدكتاتورا أبدا في الملعب وما بيؤمنش بفكرة هنا الصوت الواحد والصوت الصح قال لك أنا بعيد كل البعد عن هذا الأمر أنا لا أفرض سيطرتي ولكن الموضوع ما بيكونش بتسلط بيكون باحترام فالنقاط أعتقد في غاية الأهمية وعلى السعيد الثاني هو كان سعيد جدا وحتى عبر على السوشل ميديا عنده قال لك أنا سعيد إن أنا بدرب جزء من هذا الكيان الكبير جدا رقم واحد في أفريقيا والشرق الأوسط أكبر نادي في أفريقيا والشرق الأوسط فأكيد هو جاي وعارف قيمة هذا النادي وعارف المسئولية الكبيرة وأكيد شاف المدرين الفنيين اللي سبقوه وحققوا إيه ومحققوش إيه وردود الفعل كانت معهم إزاي فكل ده أعتقد هو على دراية به فإحنا بنتمنى كل التوفيق له إن شاء الله ونتمنى أنه هو يصنع المزيد والمزيد من البطولات مع النادي الأهلي اللي هتكتب بإذن الله في تاريخه ده اللي احنا بنأمله كلنا كجماهير وكإعلاميين وكأي حد بينتمي أو بيعشق هذا الكيان ده اللي احنا عايزينه ده اللي احنا منتظرينه ولكن برضو مش عايزين نسبق الأحداث ما فيش حد دلوقتي يقدر يتوقفش أبدا حد دلوقتي لو تسأل السؤال ده يبقى سؤال غبي يعني محترامي هيبقى سؤال سازق جدا إن حد يطلع يسأل حد رأيك إيه في المدير الفني الجديد في كارد تب استلت انت ساعة واسأل النصاية كده واسأل مستحيل فننتظر لسه الرؤية هتوضح الراجل ده بفكر جاي مختلف وبفكر جاي فيه دراسة ومش جاي عشوائي وجاي فاهم هو بيعمل ايه فنحنا نحكم دلوقتي أكيد مستحيل نحنا نحكم بكرة برضو مستحيل فننتظر وبإسم الله خير وزي ما انت قلت يا كريم هو عنده لقاء هيكون مع كابتن محمود الخطيب النهاردة بإذن الله برضو فالدنيا هتنشوف هتمشي ازاي والترتيبات لغاية بداية الموسم الجديد استعمدين وقت على كل حال فدي برضو ميزة خلي بالك يا كريم لي انه هو مش جاي على ما تشط على طول هو عموان اسعد حظم من اللي قبلي في التفصيل يعني افضل من سوارش طبعا الفترة اللي هو جي فيها لكن منتظرين منه بقى يعني بص برضو هي فترة افضل لكن مهمة خلي بالك اتقل لانه كله بيعول عليه او كله عنده امال عليه فاهم طبعا اكيد يعني ملقا على عاتقه مسؤوليات كبيرة جدا الفترة اللي جاية احنا كالعادة النادي الاهلي دايما عادته ان هو يقلب الصفحة احنا بنقلب الصفحة بسرعة اوي لما يكون صفحة انتصار لك لما يكون الصفحة فيها شيء من التعاقل او الكبوات بنقلبها بالراحة شوية عشان نشوف الغلطات كانت فين ونعمل جاهدين على تصحيحها اعتقد ان ده حصل بالفعل وحيحصل طول الفترة اللي جاية كمان ان شاء الله